الامن الاجتماعي يغسخ في الامة ارتباطها ببعضها البعض ارتباطها بحاكمها ارتباطها بالمسؤول عليها ارتباط المسؤول بالمسؤولين منه وهكذا يقوم هذا على حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ كل ما في البلد ايه الهدف الاساس من المؤمن الاجتماعي نحن نريد ان نحقق الامن الاجتماعي في بيوتنا وفي بلدنا وفي كل مكان مستم الهدف من الامن الاجتماعي ان يقوم كل فرد منا بدوره داخل المجتمع احنا 120 مليون مثلا او اقل كل واحد عليه دور ولا تقول وانمالي انت لست من المجتمع انت لست من اهل الامن الاجتماعي لست من اهل الاطمئنان والسعادة وضع النفسية انما كل واحد يقوم بدوره بما عليه من واجبات هو في واحد ليس عليه واجب يا كانت نام في بيتك فتقول انا مش لاقي شغل اخرج ستجد لان هذا رزق هذا رزق ساقو الله اليه لكن لحضرتك نام في البيت والدولة تقوم بما لها من حقوق عند الناس وما عليها من حقوق للناس وكل يؤدي غورة تجد البلد لحمة الرؤساء والمرؤوسين الحكام والمحكومين تجدهم لحمة بهذا السلوك لان الامن الاجتماعي لحظوا في الاسلام فريضة شرعية يعني مش مزاجك اترك او لا اترك وضرورة حياتية لا يستغني عنها انسان ابدا حتى الحيوان لا يستغني عنها حتى الطير لا يستغني عنها لقد كفل كفل الله عز وجل للانسان الامن الكامل في حياته حين وضع له هذا المنهج القويب بافعل ولا تفعل في القرآن العظيم عندنا في القرآن الف آية افعل والف آية لا تفعل تعالوا نذبقها لنحقق الامن الاجتماعي فينا لا يهنأ انسان ابدا عيش وهم هدد في ماله فقد الامن الاجتماعي او فقد الامن في نفسه او في عرضه لذلك جعل الاسلام ديننا هذا العظيم منزلة من يطعم الطعام الجنة جزاء الجنة ديننا عز يعمل الالف بين الناس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا والاسلام طعام الطعام هذا وهذا جزاء الجنة تطعم الاخرين تطعم الجوعة تطعم اهل غزة تطعم هذا تطعم هذا وما اكثرهم لكن انا ليه وقفة مع كثرة المتسولين في الشارع فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ما هذا الذي اراه في الشارع هذا في الوقت النفس شوفوا الاسلام العظيم انظروا الاسلام العظيم يا له من دين لو كان له رجال يطبقونا ماذا يقول يحذر الاسلام من الاعتداء على ممتلكات الاخرين انت لماذا تعتدي واللي بيحصل ده ايه ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ايها المسلمون ايها المؤمنون ولا تعتدوا ان طب يا اعتدين اللي يحصل ان الله لا يحب المعتدين بل انزل العقوبات الصارمة على المعتدين حسب نوعية الاعتداء والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله بميزان واعلموا ان الله مع المتقين تعتدي ليه لقد اصلح القرآن الكريم والمجتمع الذي نزل فيه وتعلمون كيف كان المجتمع الذي نزل فيه القرآن الكريم بل اصلح القرآن الكريم المجتمعات التي جاءت وستأتي الى يوم القيامة شرط ان تأخذ بهديه وان تستضيئ بنوره ما رأيكم فينا هل اخذنا بهديه انا لا اشك في المسألة بس مجرد اثارة يعني هل اخذنا بهديه هل استضعنا بنوره لانه كفيل كفيل ان يصلح المجتمعات المعاصرة ويعالج القضايا المتجددة التي لم تكن عند سلفنا لانه لا يزال وسيظل بحمد الله وبتوفيق الله عز وجل يحمل كل عناصر النمو والتجدد والاستقرار والطمأنينة رحم الله تعالى امام اهل السنة الامام مالك رضي الله عنه يوم ان قال تكذوا كده في العبادة بتاع الامام مالك وكان يعيش في المدينة المنورة لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها لا يصلح اخر هذه الامة خلينا نكلم عن نفسنا الان هنعتبر نفسنا اخر بهم اول الذي يأتي بعدنا يقول هذا لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها هذه الكلمة مع الفظها الدقيقة البسيطة لكنها قاعدة متينة وعظيمة قاعدة متينة وعظيمة وعلماءنا واسد زيتنا ونافعة جدا جدا في حياة الناس هي بحق كما تسمعونها قاعدة من اعظم قواعد الشابع العظيم ليه لانها تنص على انه لن يصلح اخر هذه الامة ولن تصلح حال احوالهم الا اذا سلكوا منهج الاوائل السابقين من الصحابة رضا الله عليهم ومن السلف وعليه فان اتباعهم واجب اذا اردنا كل حياتنا ننظر ماذا كانوا يفعلون ماذا كانوا يفعلون في السلم والحرب وفي كل شيء فنسيروا على هداهم لانهم ما خسروا شيئا في الدنيا بل ورحوا الدنيا ورحوا الاخرة يقول حزيفة بن اليماني رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من رواية هشام بن الحارس يقول عزيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا استقيموا استقيموا فقد سبقتم سبقتم سبقا بعيدا فان اخذتم يمينا وشمالا بعيدا عن هذا فقد ضللتم ضلالا بعيدا قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم كيف امير المؤمنين يعني انت علمت متى يكون الناس في صلاح ومتى يكون الناس في فساد قال نعم اسمعوا كلام امير المؤمنين اذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير واذا جاء الفقه من القبل الكبير تابعه الصغير فاهتدوا جميعا يعني ما ينفعش من الناس كلها بتفتي يعني واحد جاءاني يقول فلان قال لي فلانا قالت لي انتم شغلتكم الافتاء هذه مصيبة في علماء وان شاء الله العلماء في كل مكان بسم الله ان شاء الله الازهر ترك لنا في كل مقعة في كل مكان في كل الشارع ازهريا يقوم الفتوى ويرشدنا فلنلجأ اليهم نلجأ اليهم يعلمونا ولا تفتي انت شغال فتوى معك يا عشان تفتي ما علمك حتى تقوم بالفتوى ترجمة نانسي قنقر